لا يملون الحديث عن مكافحة الفساد كما لا يمل الفاسدون نهب أموال العراق ومقدرات شعبه إعلانات متكررة من حكومة بغداد ومن هيئة النزاهة ومن مجلس مكافحة الفساد تتحدث كلها عن كشف قضايا فساد وإحالة مسؤولين إلى القضاء لتورطهم بتلك القضايا غير أن المواطن العراقي لا يجد لذلك أثراً في حياته فلا انخفاض في نسبة الفقر والبطالة التي حققت مستويات قياسية لم تصلها بلد الرافدين منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عقب الحرب العالمية الأولى ولا ارتفاع بمستوى الخدمات الأساسية الواجبة على الحكومة خلال الأيام الأخيرة أعلنت هيئة النزاهة ووزارة الداخلية إحباط عمليات سرقة وإهدار للمال العام بلغت قيمتها أكثر من خمسة مليارات دينار وأعلنت كذلك عن صدور حكم غيابي بالسجن سبع سنوات على مسؤول بوزارة التجارة بعد إدانته بالاستيلاء على مليون دولار بإحدى عمليات الفساد غير أن كل تلك الإعلانات والأحكام لا تغني العراقيين شيئاً إذ يتفشى الفساد وينتشر في مؤسسات الدولة انتشار النار في الهشيم ولا عجب في ذلك فقد نقلت صحيفة العربي الجديد عن مسؤول حكومي التأكيد أن جهود مكافحة الفساد في العراق تظل ضمن سقف محدود أو بنطاق محدد لها مسبقة فالمتهمون عادة إما أن يكونوا تحت المستوى الوظيفي للمديرين العامين أو يكونوا مسؤولين لا يتمتعون بدعم سياسي أو هربوا إلى خارج العراق فتصدر الأحكام ضدهم غيابياً ما يعني أن أكثر تلك القضايا لا تترتب عليها استعادة للأموال المنهوبة إذن هي جهود ذر للرماد في العيون وبالنظر إلى حديث برلمانيين ومسؤولين حكوميين عن أكثر من أربعين قضية فساد كبيرة غير مسموح بفتحها تبلغ قيمتها نحو مئة مليار دولار فإننا بحسب محللين نكون أمام شرعنة للفساد وسيطرة شبه كاملة للفاسدين على مفاصل الدولة العراقية سيطرة تمنع أي محاولة جادة لمكافحة الفساد ما يعني أنه لا سبيل أمام العراقيين للقضاء على الفساد في بلدهم إلا بإزاحة الطغمة الفاسدة التي تحكم قبضتها على العراق سياسياً واقتصادياً وأمنياً يلا يا جميل العراق ترجمة نانسي قنقر